مرة أخرى إلى موضوع تحديد الناس تنضم إلينا دكتورة أميرة هاريدي استشاري الصحة العامة وعضو لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني وأمين لجنة الخبراء المركزية في الحزب المصري الديمقراطي تنضم إلينا من فلوريدا أهلا بك معايا دكتورة أميرة ويعني خلينا نتكلم أهلا بك معايا دكتورة أميرة أهلا وسهلا خلينا نحكي عن الخبر المتعلق بوسيلة تحديد النسل أثناء العملية القيصرية اللي تم الإعلان عنه عن بعد بدء من سنة في البحيرة والفعل وصل غاية دلوقتي إلى 89% من قبول النساء ليه يعني في البداية شايف المبادرة دي وهل في رأيك ممكن تعممها على باقي المحافظات الحقيقة شايف المبادرة زي يعني هو أي وسيلة قانونية وفعالة لتحديد النسل أو لتنظيم النسل خلينا نقول لتنظيم النسل هي وسيلة محمودة طالما توفر فيها الشروط الأخلاقية والشروط الطبية يعني ولا تدرب مصلحة الأم فالوسيلة زي من الوسائل الموجودة المعترب بيها المحمودة ولكن طبعا يعني خلينا نقول أن أطباء النساء طبعا هما يعني أدرك كانوا جايما بيقولوا أنه يعني الوسيلة دي بتكون فعالة جدا في حالة الولادات القيصرية الاختيارية اللي بتكون الأم رايحة يوم الولادة وهي بالفعل مقررة أنه هي هيبقى فيه ولادة قيصرية يعني من الأول لأنه أي محاولات قبلها للولادة طبعية وفتحة الرحم ده تبقى لكلامهم بيقل المعدلات بتاعة نجاح هذه الوسيلة وبتخلي الرحم بيكون مفتوحة وبالتالي ممكن تكون الوسيلة مش فاعلة أو بتسقط يعني لكن في العموم هي وسيلة وسيلة مقبولة مدى يعني فعاليتها أو أنها تتطبق على باقي المحافظات يعني أعتقد أنه هي يعني تطبيقها ممكن يكون مقبول لكن برضو في إطار مبادرات أكبر وإطار مبادرات تتحدث عن تنظيم الأسرة وتنمية الأسرة بشكل عين لكن ما تبقاش مجرد يعني تبقى هي بحد ذاتها أنه الوسيلة تتم في الأمهات اللي بتولد قيصريات ويوم الولادة وموقعتهم داي خلينا نروح للسؤال الثاني دكتورة أميرة يعني الحقيقة أن الجزء بعيدا عن الجدل الطب المتعلق بالوسيلة وهو جدل قائم بين الأطباء لكن فيه جزء تاني حقوقي وقانوني ونتمنى أن نطمن منك عليه إيه الإجراءات القانونية اللي بتتم في المستشفى للحصول على موافقة السيدة وخاصة أن هي بتتم في لحظة الأم رايحة تولد ست رايحة تولد في ظروفها وأفكارها في مكان تاني خالص فهل الوقت ده كافي أن ناخد منها لهذه الموافقة؟ بالضبط ده سؤال مهم يعني حالي يقول أنه أي إجراء بيحصل في أي عملية مش بس في الولادة ومش بس أي إجراء تنتدخل الطبي بيحصل في أي مكان المفروض أنه بيكون فيه كونسان فيه إقرار بيمضي الأهل بيكونوا عارفين فيه المطاطر اللي ممكن يتعرض لها وبالتالي ده أحد الإجراءات اللي بتتم لازم يكون واخدين فيها موافقة الأم لكن سؤالك منطقي جدا هل الموافقة زي بتتم في يوم الولادة؟ هل الأم في وقت زي ده بتكون على وعي وقدر كافي؟ وخصوصا في ثقافات اللي موجودة عندنا إنها بتكون موجودة في مكان بحث إيد دكتور فهل هي وهي مش وعيها؟ ده سؤال مهم يقلينا الوقت لحتة مهمة قوي إنه هل ده منطقي إنه يكون بيتم يوم الولادة؟ لا طبعا المفترض إنه يكون بيتم من قبلها لازم يكون فيه اتفاق مسبق أنا من وجهة نظري إنه حتى لو فيه إقرار بيتم في الموضوع ده لازم يكون من قبل الولادة بفترة كافية ويكون للأم والأب ويكون عارفين فيها كل المخاطر أو كلها مفيش في الحياة مخاطرها مش كبيرة لكن يكونوا عموما عارفين الوضع الكامل ونكون متأكدين زي رغبة الأم والأب بشكل حقيقي وما يكونوش محطوطين تحت أي ضغوطات وبالتالي نتأكد إن الممارسة تمت بطريقة سليمة وبطريقة أخلاقية طب دكتور أمير أنا عندي سؤال مش متأكدة أنت تكوني ممكن تعرفي إجابته بس يعني بما إننا بنتحدث عن الجانب القانوني والأخلاقي أيضا هل في لحظة زي دي لو فيه سيدة تعرضت لضغوط من أجل إعطاها الموافقة أو زوجها تعرض لضغوط هل فيه إجراء هي تقدر تعمله يعني أعتقد أنه يعني أنا يمكن مش قانونية لكن الأكيد أنه أخلاقيا أي إجراء يتم تحت أي نوع من أنواع ضغوط تقدر الأم يعني تقدر الأم تقدم بلاغ لو هي عرفت أنه تم إجراء زي ده معيها سواء بعد معرفتها أو معرفتها وقت الولادة مختارة وده يخلينا نرجع تاني نوعي لأهل يعني أو أو نصير القضية من ناحية أنه هل أصلا وقت الولادة وهل يوم الولادة ده يوم مناسب يتم فيه أخذ هذه الإجراءات خصوصا أننا بيتكلم على تحديد نفسي يعني ما هواش إجراء بيحصل في ساعتها فإحنا مضطرين نقض يعني موافقة الأهل في ساعتها تزيح حاجة أحنا بنتكلم على تنظيم أسرة فبالتالي أنا من تجد نظري أنه لازم يتم ده في وقت سابق الوقت الولادة سواء كانت الأمة هتولد طبيعي أو هتولد قيصري لأنه بالأساس أنه يعني إحنا بنحاول نخفض معادلات القيصرية فمش ممكن يكون أصلا الترجل بتاعنا والتعنا أن إحنا نركب لو لا بس في وقت الولادة القيصرية لكن القصف هو تركيب وسيلة فعالة لفوزين الأسرة وبالتالي ده لازم يكون خيار يناقش من قبلها من الحقيقة من أول عام للأم وده اللي بيخليني يعني أقول أنه في مبادرات تاني أوسع وأشمل يجب أن تكون طب أنا عارفة أن أنت عايزة تكلمينها دكتورة أميرة عن مبادرة الألف الذهبية فلو ممكن تكلمينها وتكلمينها زي بتحق أهدافها وسنعود مرة أخرى للحديث أيضا عن الولادة القيصرية بما أننا فتحنا هذا الموضوع تفضل يعني الحقيقة أنه هي يعني الكلام عن الألف الذهبية لا يختلف تماما عن الكلام على تنظيم الأسرة وعلى الولادات القيصرية لأنه هو في الآخر هي مبادرة الحقيقة تبنتها يعني عدد من الجامعيات على رأسها الجامعية المصرية للزمالة البرطنية لطفل أطفال وترعب للألف هي مبادرة وتم تبنيها الحقيقة من عدد من المزارات بتتكلم على أنه زي أهمية الألف يوم أولى من حياة الطفل اليوم الأول لحمل الأم وأنه زي نقدر نتكلم مع الأم على عدد من المحاور والتوعية اللي بتتم إزاي تخزية صحية سليمة في الفترة الأولى من من أولاد زي نتكلم على الألف يوم تحديدا لأنه في الألف يوم الأولى اليوم اللي فيها بيروح ما بيتعوضش كل يوم فيهم مهم وكل يوم فيهم فيه جزء بيتكون من الطفل مهم جدا وده بيستمر مع الطفل حتى بعد السنين الأولى محاوره وبيقلل معدلات الأمراض الغريسترية بيتكلم فيها على على تقليل معدلات القيصرية وإزاي نساعد الأم أنها تتغذل طفل تغذية سليمة تقلل معدلات القيصرية الاختيارية إزاي نحن كمين نعمل مبعدة وده الجزء المهم الثاني إزاي نعمل مبعدة ما بين الحملين المتتلين وإزاي نقدر نوعي الأم من وهي لسه حامل إنه دي قطوة مهمة قوي لصحة طفلها بتقلل معدلات الأمراض عند الأطفال ومعدلات التغذية الأمراض سوق التغذية والتقذم والتوحد وإنه كمين بتدي فرصة للأم إنها تكون تردع طفلها رضاعة طبيعية وهي كمين تستعيد صحتها قبل الولادة الأخرى اللي هتعملها فبتالي بنتكلم من منظور حقوقي يمس الطفل ويمس الأسرة فبتالي الاستجابة بتكون عالية ده بيتم عن طريق مقدمي مشهورة بيتم تدربهم وبتقدم المشهورة بشكل في خصوصية جدا من أم الأم من وان تو وان اسمها ما هيش بتقدم بشكل عام فده كمين مهم قوي وأثبت نجاحه والمبادرة الحقيقة عملت طفرة هيلة جدا والحقيقة إنه تم تبنيها من عدد من المزارات زي وزارة الصحة وهي موجودة فين دكتورة أميرة أقصد بغرافيا يعني هي موجودة بتطبق دلوقتي زي فروتوطيب على عدد من المحافظات يعني وبيتوسعوا يعني متطبق في محافظة بشتعي بتطبق في محافظة اسكندرية في مشهور شغال دلوقتي تم تطبيقات محافظة بنيات يعني بدأت تطبق لكن طبعا هم لأنه لسه يعني المبادرة في بداياتها فبتطبق على مستويات صغيرة لكن النتائج اللي طلعت على هذه المستويات ومشرة جدا والحقيقة أنه ما يمكن تبنيها رئاسيا وتبنيها من عدد من الوزرات يمكن تكون دا كمان يعني حاجة مهمة تخليها تحقق نجاحات فده بالنسبة لي أنا من وجهة نظري يعني أنه دا يمكن يكون أكثر فعالية أنه إنت بتوعي الأسرة بالكامل بتوعي الأم والأب والحمى لأنه دول ناس مهمين أم الحمى لأنه دي كمان من الناس المؤثرة جدا في حياتهم في حياة الأسرة بالتالي إحنا بنخلق حالة من الوعي مش بس بكرة المبعدة لكن المبعدة وتقليل القيصريات وما إلى ذلك فده بختصر ذكرت أنه هو بيتم من أم الأم هل معنى كده أن مثلا يعني مين المشارك؟ هل الأطباء مشاركين هل بيتم في داخل الوحدة الصحية؟ هل بيتم داخل المستشفيات؟ هل ممرضات المشاركين؟ مين تحديدا الأم؟ الحقيقة أنه هو في فريق يعني هي المبادرة مقسمة في جزء منها بيكون توعية للفريق الطبي التمريد والأطباء الأطباء بوسائل التعالى وتركبها والتعكد من قدراتهم والطبية والمهنية والتمريد لكن كمان فيه حد مهم جدا في المنظومة وده الاستحداث اللي قصر في فريق مبادرة وهو مقدم المشورة وده تدريب برنامج تدريبي بياخد عدد من الناس بيكون بيطبق عليهم شرائط شروط ومعظمهم سيدات وإن كان فيهم رجال طبعا لأنه في جزء من المشورة بيقدر للرجال لكن كمان بتاخد برنامج تدريبي بعد البرنامج التدريبي ده بيبدأت تشتغل مع الأمهات سواء أنها بتروح تزورهم زي زائرة الصحيات بتروح تزورهم قدريت أو بيكونوا موجودين في الوحدات الصحية يقدروا الأم تكشلهم بعد زيارة الطبيب يكونوا موجود كمقدم مشهورة تقدر تسأله على كل التفاصيل التانية لأنه عندنا يمكن قصور في عدد الأطباء لكن المقدم المشهورة ده ينفع يكون بيسد فجوة ما موجودة وطبعا فحت إشراف طبي كامل من المبادرة بشكرك دكتور أميرة دكتور أميرة هاريدي استشاري الصحة العامة وعضو لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني وأمين لجنة الخبراء المركزية في الحزب المصري الديمقراطي كنت معنا من فلوريدا شكرا يا دكتور شكرا يا دكتور أميرة هناك